موسيقى حياكم الله نشرة اخبارية مفصلة من العراقية الرياضية والبداية من الابرز يقتصر على اربعة منتخبات فقط اتحاد الكرة يكشف عن منهاج منتخباتنا في ايام الفيفا للشهر الحالي بعد قليل اربع مواجهات في كأس العراق ابرزها لقاء النجف بضيفه القوة الجوية من اجل بلوغي نصف نهائي بطولة غرب اسيا لكرت السلة الليلة الشرطة يواجه مضيفه اهل حلب السوري الليلة في دور الابطال انتر ميلان يحل ضيفا على اتليتيكو مدريد وبروسيا دورتموند يلاعب اندهوفن الهولندي اكد وزير الشباب والرياضة احمد المباركة خلال استقباله رئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال محمد حسن جلود بان العراق سيقدم ملفه لاستضافة بطولة اسيا الفين وستة وعشرين المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية في لوس انجلوس مشيدا بكفاءة جلود وحضوره المميز في المحافل الدولية والاسيوية مما يمثل مكسبا كبيرا للعراق واكد المباركة على دعم الحكومة العراقية ودعم الوزارة لجهود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال وقدم جواز الدبلوماسي العراقي الخاص به الذي اوعز باصداره دولة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني استضافت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية برئاسة النائب محسن النايف السعيدي رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال واعضاء الاتحاد لمناقشة واقع عمل الاتحاد واكد رئيس اللجنة على دعم اللجنة الكامل لاتحاد الكرة منوها لاستعراض عدد من الملفات ابرزها ملف خليج 25 الذي اقيم في محافظة البصرة وثمنت اللجنة دور اتحاد كرة القدم للسعي لتطوير الدوري العراقي وتحويله لدور محترفين مطالبين بمزيدا من التعاون بين اللجنة والاتحاد كشف الاتحاد المركزي لكرة القدم عن منهاج منتخباتنا في فترة ايام الفيفا المقبلة لشهر اذار الحالي وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد محمد ناصر ان منهاج اتحاد الكرة في فترة ايام الفيفا الشهر الحالي سيقتصر على اربعة منتخبات فقط واضاف ان الاتحاد وفر وانجز جميع متطلبات انجاح مهمة المنتخبات العراقية على الاصعدة كافة ومن جانب اخر اكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة محمد ناصر ان المنتخب الوطني سيعسكر في مدينة البصرة قبل خوض مبارياته امام نظره الفلبيني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس اممي اسيا 2027 مبينا ان اسبوع ايام الفيفا المرتقب سيشهد خوض معسكر تدريبي للمنتخب الاولمبي في مدينة البصرة تتخلى له مباراة ودية كما سيشارك منتخبنا الشبابي في بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية في مدينة الاحساء السعودية وعلى صعيد كرة الصالات يواصل منتخبنا الوطني تدريباته المكثفة في المملكة المغربية تأهبا للمشاركة في كأس آسيا التي تستضيفها تايلند الشهر المقبل الى اخبار منتخبنا الوطني اذ يغادر وفد المنتخب يوم الجمعة المقبل الى البصرة من اجل الدخول في معسكر تدريبي استعدادا للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا انطوت صفحة كأس آسيا بفرحها وحزنها لمنتخبنا الوطني بكرة القدم بعد ان خرجنا منها بحصيلة جيدة حسب مختصين اشاد بجهود اسود الرافدين لكن هذا لا يعني من تواجد بعض الاخطاء في قطوطهم اذ لا بد ان تعالج في المسابقات القادمة ومنها تصفيات كأس العالم ليبقى الوطني بنفس الانطلاق القوي التي بدأ فيها وهذا الامر جعل من كاساس ان يراجع اوراق حساباته مرة اخرى باختيار عناصر جديدة تضاف الى كتيبة الاخرار العراقي لمعالجة نقاط الضعف من اجل تجريد السلبيات للسير بثبات وتوازن لتخرج القائمة النهائية باختيار 27 لاعبا استعدادا لمباراة الفلبين المقبلتين في 21 من الشهر الحالي بالبصرة ذهابا وال26 من نفس الشهر ايابا في مانيلا واشار الاسباني كاساس ان دعوة اللاعبين جاءت لاسباب مختلفة منها اصابة احمد يحيا اضافة الى ضبابية جاهزية الحالة النفسية لللاعب دانيلو وغيرها من الامور الاخرى وسيدخل الاسود بمعسكر تدريبي مغلق ليكون على اتم جاهزية لهذه الواقعتين لجني النقاط منها مما تعزز الموقف بترتيب المجموعة لان كلما تقدمنا في مشوار التصفيات تتصاعد الصعوبات لكن الاسود اهلا لها بدعم كل اصحاب الشأن الكروي والجماهير العاشقة لهم التي تكون معهم في السراء والضراء زيد غالب العراقية الرياضية بغداد تأهل فريق نفط ميسان الى الدور ربع نهائي كأس العراق بكرة القدم بعد فوزه على ضيفه فريق القرمة بهدف دون رد في اولى مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس العراق بكرة القدم جاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء نفذها على الدين الدالي عند الدقيقة الاربعين ليكون نفط ميسان اول المتأهلين الى دور الثمانية لبطولة كأس العراق ومن جانب اخر قررت ادارة نادي نفط ميسان ابعاد مهاجم الفريق وسام سعدون حتى نهاية الموسم كعقوبة انضباطية وذكر النادي في بيان ان الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان تقرر ابعاد اللاعب وسام سعدون حتى نهاية الموسم بسبب اعتدائه على مدرب الفريق محمد علي كريم جاء بعد مباراة الفريق امام القرمة في كأس العراق وفي مباراة اخرى بلغ فريق نوروز الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق بعد فوزه على مضيفه فريق الكهرباء في ثاني مباريات دور الستة عشر جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء وانتهت لصالح نوروز بهدفين لهدف واحد سجل هدف الكهرباء الوحيد المحترف رفيق امينو في الدقيقة الستين فيما احرز اهداف نوروز كلهم من كلاوديو اليفيرا في الدقيقة الرابعة والستين ومحمد سامي في الدقيقة الخامسة والستين ليكون نوروز ثاني المتأهلين الى دور الثمانية لبطولة كأس العراق هذا وتستكمل بعد قليل مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس العراق باقامة اربع مواجهات اذ يلتقي فريق زاخو فريق الشرطة على ملعب زاخو الدولي بينما يستضيف فريق الزوراء فريق كربلا على ملعب الزوراء في حين يحل النفط ضيفا على الطلبة على ملعب الشعب الدولي وإلاقي فريق النجف متصدر دور نجوم العراق فريق القوة الجوية على ملعب النجف الأولمبي هذا وتختتم مباريات دور الستة عشر يوم غد الخميس باقامة مباراتين في ختام المرحلة الاولى من دور نجوم العراق التي تصدرها فريق القوة الجوية برصيدة خمسة واربعين نقطة ويلاحقه فريق الشرطة بالوصافة برصيدة اثنتين واربعين نقطة تفاصيل اكثر مع عماد الركابي دورينا ومع ختام المرحلة الاولى لم يجلب شيئا جديد فما زالت الفرق الجماهيرية تسيطر على المنافسة بعد ان نجح القوة الجوية بانهاء فصل الشتاء بطلا بالنصف الاول وبخمسة واربعين نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الشرطة الوصيف وبطل الدوري في الموسمين السابقين المفاجأة قد تكون باعتلاء زاخو الى المركز الثالث مع كتيبة يقودها المدرب القطري طلال البلوشي فيما وقف النوارس في المركز الرابع بقيادة المصري حسام البدري اما بقية المركز في دورينا لم تحدث فيها المفاجأة باستثناء الميناء الذي اثبت ذاته بوجود فريق من شباب النادي بعد مشكلة الحرمان من التعاقد وتحت قيادة حسن احمد الذي نجح بقيادة الفريق الى بر الامان حتى الان اما بقية الفرق ما زالت تقدم المتوقع منها ومنها الطلبة والحدود وادهوك ونفط ميسان ونوروز والنجف اما الصراع في القاع هو بين نفط الوساط والقاسم وامانة بغداد دورينا الذي وصل لختام المرحلة الاولى مع اقالة ثمانية عشر مدرب من صفوف الفرق في ظاهرة ادالية ما زالت واضحة وتتكرر في دورينا بكل موسم وعنوانها الاقالات مع سوء النتائج اما ذركابي العراقي الرياضية الصراع على لقب الهدافين في دوري نجوم العراق لا يختلف كثيرا عن صراع الصدارة في سلم الترتيب للفرق المنافسة على حصد اللقب فالمنافسة على لقب هداف الدوري وصلت الى اعلى درجاتها بعد انتهاء المرحلة الاولى تفاصيل اكثر في سياق هذا التقرير المنافسة هذا الموسم في دوري نجوم العراق وصلت الى اعلى درجاتها حتى صراع الهدافين وجدناه مميز بين نجوم واندية المسابقة وبالحديث عن النجوم فلا بده من ذكر لاعب الصقور ايمن حسين الذي يتربع على عرش صدارة الهدافين بسبعة عشر هدفا بطبر ساهم بدرجة كبيرة في صدارة فريقه القوة الجوية فضلا عن المستوى المميز الذي ظهر به مع المنتخب الوطني وتسجيله لهذا العدد الكبير من الاهداف ليس بالامر الغريب وفي حال استمر بنفس النسق فمن الصعب انتزاع اللقب منه خصوصا انه يبتعد عن الدالي وصيف الهدافين بفارق ستة اهداف حيث يمتلك السوري احد عشر هدفا مع فريقه نفط ميسان معلن عن نفسه بقوة كواحد من افضل المحترفين في الدوري وعلى غرار مواطنه محمود المواس الذي عاد من بعيد هذا الموسم رفقة فريقه الشرطة مسجلا عشرة اهداف حتى الان ومهددا بقية المهاجمين على صراع الهدافين وربما نفس الشيء ينطبقه على نجم فريق الحدود ابراهيم غازي الذي يقدم عروضا قوية من خلال تسجيله عشرة اهداف ايضا بما جعله محط انظار العديد من الاندية منافسة جميلة ومثيرة بين المهاجمين فهل سيتمكن اي منعسيا من نهاية الموسم بالصدارة ام هناك كلمة اخرى للدالي والمواس وغازي في نهاية المطاف مصطفى عصام العراقية الرياضية يسعى فريق الشرطة بكرة السلة لبلوغ نصف نهائي بطولة سوبرغربي اسيا عندما يواجه بعد قليل اهل حلب السوري على قاعة الحمدانية ويخوض الشرطة المواجهة الثانية بعد ان تغلب في مباراته الاولى على ضيفه بنتيجة تسع وثمانين نقطة مقابل ثلاث وسبعين نقطة في قاعة الشعب ويسعى الأخذر الشرطوي الى اثبات حقيته في النصف الثاني للبطولة إذا ما حقق الفوز في المبارات ويتبقى للفريق لقاء آخر أمام أهل حلب في العشرين من شهر آذار الجاري على قاعة الشعب للألعاب الرياضية حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي للكرة الطائرة الرابع والعشرين من شهر آذار الحالي موعدا لانطلاق التجمع الثاني لانهائيات دور أندية العراق للدرجة الممتازة والتي ستحتضنه محافظة أربيل ويقف فريق البيشمرقة في المركز الأول من لائحة ترتيب الفرق بعد انتهاء التجمع الأول في البصرة يليه فريق أربيل في المركز الثاني ثم غاز الجنوب ثالثا ومصافي الشمال في المركز الرابع والبحري في المركز الخامس والأخير بفعاليات متنوعة لمختلف الرياضات أقامت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة المثنة مهرجاناً رياضياً بمناسبة يوم الجامعة بمناسبة يوم الجامعة أقامت كلية التربية البدنية والعلوم والرياضة في جامعة المثنى وبالتعاون مع قسم النشاطات الطلابية مهرجانها الرياضي السنوي الذي شمل العديد من الفعاليات الرياضية هذا المهرجان طلبتنا أغلب اللاعبين والمدربين هم من طلابنا العزاء حتى رئيس لعبة الباغوث هو أحد طلابنا الأعزاء فهذا المهرجان كنشاط رياضي يقيم كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالنسبة للمشاركات كتربية رياضية لازم نحكس هذا الجانب مالتنا فمشاركاتنا ستكون بدنية بحتة مثل ما جايت تلاحظ حضرتك عندنا قسم الملاكمة والمبارزة كل من يأخذ اختصاصها كل من إن شاء الله يبدع وعلى أقالي ينقل صورة إيجابية لهذا النموذج اللي نحن القدم وشملت الفعاليات ألعاب المبارزة والباغوث والملاكمة وعرض للفنون القتالية ومشاركة عدد كبير من طلبة الكلية وبإشراف مباشر من قبل المختصين بالشأن الرياضي من أساتذة الكلية وهذه الأنشطة طبعا هي تأتي من خلال التربية الرياضية والطلاب المتميزين في الفعاليات الرياضية سواء كانت الفردية والفعاليات الجماعية وإن شاء الله ما استمر أنشطة كليتنا ويعد يوم الجامعة مناسبة مهمة تحتفي بها جميع الكليات التابعة لها وتستعرض الفعاليات التخصصية ومنها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة التي استطاعت وللسنوات عدة أن تخرج أبطان في جميع التخصصات الرياضية لقناة العلاقية الرياضية فأرسلوها المثنى من أجل النهوض بواقع الرياضة في المحافظة اجتمع محافظة بابل بممثلية أندية المحافظة واللجنة الأولمبية فيها لوضع الحلول اللازمة لتطويرها إيمان محمد والتفاصيل بهدف الوقوف على معاناة الأنديية الرياضية في بابل التقى محافظ بابل مجلس الأندية الرياضية في المحافظة واستمع للمشاكل والمعوقات التي تمر بها الأندية استقبلنا اليوم مجلس انديات بابل وكذلك ممثل اللجنة الأولمبية في بابل وطرقنا إلى أهم المشاكل والمعوقات الموجودة في قطاع الرياضي وعدنا خير بإن شاء الله ستكون المرحلة القادمة مرحلة رياضية متميزة لمحافظة بابل ولأول مرة تحدث أنه يجي محافظة لهذه المحافظة الحقيقة انظلمت رياضيا حتى بالخدمات لكن الرياضيين نعتبرها أنه منهار هذه المحافظة يدعي كل الانديا واليوم نحن مسرورين جدا كانديا رياضية وكمجلس انديا اللقاء كان جدا جدا مثمر لأنه ما سابقا كان أكو مثل محافظ يجلس مع الانديا أو مع اللجنة الأولمبية حاليا طبعا لا أطرح جدا جدا موافق من الحاضرين ومن السيد المحافظ بأنه في دعم الانديا في دعم المشاريع في دعم الملاعب الحاضرون من ممثلي الانديا تعدوا هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مهر السنين والحكومات السابقة متأملين خيرا من الحكومة المحلية الجديدة كان اليوم حقيقة دقاء مثمر جدا ولحظنا أنه سيد المحافظ متفهم كونه من الوسط الرياضي وهذا ساعد كثيرا في استقبال كل ما طرحنا من آراء ومن معضلات ومن مشاكل التمسنا خير من السيد المحافظ المحتهم بحل جميع المعوقات والسلبيات التي التي تأرقل مسيرة الرياضة في محافظة بابل قسم من هذه المعوقات قد يكون تأخذ وقت طويل لكن إن شاء الله وعد بحلها خالت هناك توصيات في نهاية الاجتماع حيث وجه السيد المحافظ بالتشكيل اللجنة تضم ممثل عن مجلس الانديا وممثل عن الشباب والرياضة وممثل عن دار التخطيط والمتابعة في محافظة بابل وكذلك ممثل عن الدارة القانونية لحصر هذه المشاكل وإيجاد الحلول اللازمة جميع أندية المحافظات تعاني من الإهمال ونقص الخدمات في جميع مفاصلها علما أن هذه الأندية تسارع الكبار في جميع الألعاب من بابل إيمان محمد العراقية الرياضية يواصلوا أبطال السباحة البرالمبية استعداداتهم المكثفة للبطولات الخارجية من أجل تحقيق إنجازات جديدة مكملة للسلسلة الإنجازات السابقة امتحان جديد يدخل فيه أبطال العراق بالسباحة البرالمبية وهو المشاركة في العديد من البطولات الخارجية ومن ضمنها بارالمبيات باريس ما جعلهم يصاعدون وطيرة الوحدات التدريبية الداخلية من أجل أن تعطيهم جاهزية جيدة ليكونوا على قدر المسؤولية في تحدي منافسيهم لتحقيق إنجازات جديدة تضعهم على منصات التتويج عدينا العدة إلى هذه البطولة وإن شاء الله سنحصل على أكثر من مدالية عملنا بالممكن صحيح بالممكن المعسكرات كانت غير جيدة لكننا كنا عزم وأصرار أن نحقق إنجاز ونرفع من بلدنا العراق بالنسبة لإستعداداتنا بعد البطولات والإنجازات التي تحققت تحضيراتنا مستمرة والتدريبات مستمرة للفريق وقدنا أيضا بطولتنا الخارجية عالمية بعدها الأمور الإدارية في طور الاكتمال إن شاء الله السباحون مهما تمر بهم من ظروف صعبة إلا أنهم أغرقوها في حوض السباحة لمواصلة المناهج المخصصة لهم للتقدم بخطوات تنفعهم في مسيرتهم التي تتطلب عملا جادا ومكثفا للبقاء بخط إنتاج النجاحات رغم الضائقة المالية التي تمر بها اللجنة البارالنبي الوطنية العراقية وبالذات اتحاد السباحة البارالنبي نحن على أتم استعداد وأتم الجهوزية وإن شاء الله نوع جمهورنا أنه نحقق الأفضل في قادم الأيام من خلال البطولات الدولية القادمة صور سابقة تجلت بمعاني الشجاعة للسباحين كانوا مغلفين بها دائما وهاهم اليوم يسعون إلى الحفاظ عليها بكل وقت وزمان زيد غالب العراقية الرياضية بغداد النشر مستمرة وتتابعون فيها اليوم في دور الأبطال انتر ميلان يحل ضيفا على أتليتيكو مادريد موسيقى وبروسيا دورتمونت يلاعب أيند هوفن الهولندي موسيقى عالميا أحبط الهلال عودة غريمه اتحاد جد بالفوز عليه بهدفين دون رد ليتأهل لمواجهة العين الإماراتي في نصف نهاء دور أبطال آسيا وسجل ياسر الشهراني ومالكوم أوليفيرا هدفي الهلال وأنهى الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وتأهل الفريق الأزرق بنتيجة إجمالية هي أربعة أهداف دون رد بعد فوزه بهدفين دون رد في لقاء الذهاب وسيلعب الهلال ضد فريق العين الإماراتي في مباراتي ذهاب وآياب نصف النهائي يوم السادس عشر والثالث والعشرين من نيسان المقبل يستضيف ملعب ميترو بلوتانو الليلة في العاصمة الإسبانية مدريد مباراة القمة بين أتليتوكو مدريد وأنتر ميلان في ذهاب دور الستة عشر من دور أبطال أوروبا ويسعى أتليتوكو مدريد بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ديوغو سيموني لاقتناص نقاط المباراة الثلاث والفوز بأكثر من هدفين للثار من خسارة مباراة الذهاب وخطف بطاقة العبور إلى ربع نهاء البطولة في الطرف الآخر سيحاول الأنتر الحفاظ على نتيجة الذهاب الذي فاز بها بهدف دون رد لمواصلة طريقه نحو إحراز اللقب يواجه بروسيا دورة موند الألمانية الليلة ضيفه فريق أندهوفن الهولندي على ملعب السيجنال أودينو بارك في إياب دور 16 من بطولة دور أبطال أوروبا وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ويسعى الفريق الألماني لاستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل للدور المقبل فيما سيحاول أندهوفن مفاجأة الفريق الألماني وتحقيق نتيجة إيجابية وإقصائه من البطولة الأخبار انتهت بقية التذكير بالأبرز يقتصر على أربعة منتخبات فقط اتحاد الكرة يكشف عن منهاج منتخباتنا في أيام الفيفا للشهر الحالي بعد قليل أربع مواجهات في كأس العراق أبرزها لقاء النجف بضيفه القوة الجوية من أجله بلوغ نصف نهاي بطولة غرب آسيا لكرت السلة الليلة الشرطة يواجه مضيفه أهل حلب السوري الليلة في دور الأبطال انتر ميلان يحل ضيفا على أتليتيكو مدريد وبروسيا دورتمونجو يلاعب وأندهوفن الهولندي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة